جامع النبي يونس في مدينة الموصل من مساجد العراق التاريخية الأثرية لكن قدمه ومكانته الدينية لدى العراقيين لم تشفع له عند السلطات الحكومية التي تواصل إغلاق المنطقة المحيطة به منذ نحو سنتين جامع النبي يونس يشكو اليوم من الإهمال الحكومي لعمليات إعماره وترميمه عقب العمليات العسكريات التي دمرت النسبة الأكبر من الجامع والمنطقة المحيطة به والله هو متروك من الزمان مع الأسف مع الأسف أنه ينترك بها الفترة الطويلة وهو معلم من معالم الحضارة الإسلامية فالمفروض تكون منطقة نظيفة والناس تتجي إليها تدعو بس ما يعني مزدود الباب وما حد يروح ويجي قليل على الناس يعني المفروض الناس تشوف المناظر هاي الطبيعة حلوة متروكة بيشي حرامات وقد وعدت الجهات الحكومية المسؤولة بإعادة إعمار الجامع وترميمه مرارا لكن أي من هذه الوعود لم يتحقق حتى اليوم ولا تزال المنطقة المحيطة بالجامع محرمة على الجميع إلا الجهات الأمنية وقد غصت أرجاؤه بالقمامة التي باتت إحدى معالم المنطقة النبي يونس عساس رادو عمروها حشك لا حكومة جدت ولا جمع منظمة كل شي ما أسوه يعني النبي يونس فاد مرة فاد مرة اتحولت مكب مال أوصاخ لا منظمة لا حكومة كل شي لا سياسيين لا وقف سني كل شي أبد ما أحد ما أجع عليها جمع يوم يومين عمروا الواجهة راحوا سدوها السلطات الحكومية التي يفترض بها أن تنجز أعمال بناء وترميم الجامع لها دوما مبرراتها لتقصيرها الذي اتصفت به كمثيلاتها منذ عام 2003 والذي طال الإنسان والحجر ومع الأسف أنا أتابع يعني أغلب يضعون حجر الأساس بجامع النبي يونس وبعدها يتوقف العمل وأنا قلت قبل قليل أنه هناك فريق ألماني نعم يعمل بالتفتيش والتنقيب التنقيب عن الملك سنحاريب وعن قصر الملك سنحاريب لكن بنفس الوقت نريد شوية حركة منهم وقدر الإمكان أنه يتحركون باتجاهنا وقد دمرت العمليات العسكرية في الموصل الكثير من المواقع الدينية والأثرية في المدينة وضواحيها ومنها مسجد النبي شيت وضريحه ومرقد النبي جرجس وضريح النبي يونس وضريح النبي دانيال بالإضافة إلى الكثير من مقابر الآئمة والأولياء والكثير من الشواخص التاريخية المهم ترجمة نانسي قنقر